أشهد وزير الخارجية الأمريكي أنطولي بلينكين بالاستراتيجية الدفاعية التي ينتهجها الجيش الياباني مؤكداً اتساقها مع الاستراتيجية الأمريكية في مؤتمر صحفي موسع برفقة وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ونظيريه مع اليابانيين في واشنطن قال بلينكين أن بلاده تتابع هذا التحول الياباني وتدعمه وأضاف في الوقت نفسه أن الصين تزعزع استقرار المنطقة الاستراتيجية اليابانية الجديدة للأمن القومي والدفاع تعكس التحول والتأقلم مع التحديات استراتيجية الأمن القومي اليابانية متسقة مع استراتيجيتنا نحن ملتزمون مع اليابان بالدفاع عن حقوق الإنسان وسلطة القانون من جهته قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن بلاده ستنشر في جزيرة أوكيناوى جنوب اليابان وحدة للتدخل السريع من سلاح مشات البحرية الأمريكية المارينزا لتعزيز القدرات الدفاعية لحليفتها في مواجهة التهديدات الصينية المتزايدة في بيئة أمنية صعبة بشكل متزايد قررنا نشر فوج المدفعية الثاني عشر في اليابان ودمجه في الفوج البحري الساحلي الثاني عشر بحلول العام الفين وخمسة وعشرين وزير الخارجية الياباني يوشي ماسا هاياشي قال من جهته إن الصين تمثل تحديا استراتيجيا غير مسبوقة وهي تعمل لمصالحها أضف أن اليابان ترحب بعزم الولايات المتحدة على تعزيز قوتها في منطقة المحيط الهدى اليابان والولايات المتحدة لديهما رؤية لتحالف حديث لاكتساب وضعية الفوز في مرحلة جديدة تتسم بالتحديات الاستراتيجية التي تشكلها الصين المقابل دعت صين الولايات المتحدة إلى ما سمته النظر في العلاقات بين البلدين بموضوعية وعقلانية أقل المتحدث باسم الخارجية الصينية إن تعاون العسكري بين واشنطن وطوكيو يجب أن لا يضر بمصالح طرف ثالث وفق تعبيره المناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا من توكيو الباحث والمحاضرة في جامعة كيبو اليابانية هشام الرجباني أهلنا بك معنا أستاذ هشام في البداية سأسألك عن المغزى والدلالات من هذه الخطوة اليابانية بتعزيز التعاون الدفاعي مع واشنطن بعد يوم واحد من توقيع اتفاقية دفاعية مشتركة مع لندن بداية تحية لكم جميعا ولمشاهدين واضح أن البيئة الأمنية المحيطة ببيئة اليابان تزداد سوءا وتزداد تعقيدا وبالتالي ليس المحيطة بيابان فقط ولكن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ البيئة الأمنية يبدو أنها تزداد تعقيدا ولذلك كان من الواجب على الحكومة اليابانية أن تتحرك في معالجة هذا الاتجاه الدلالات نراها متتابعة بداية من إعلان اليابان عن تغيير استراتيجيتها يعني تغيير عدة استراتيجيات تتعلق بمنظومة دفاعها بحيث تكتسب القدرة على ضرب قواعد العدو وهذه لم تكن في السابق هذا كله مع المحافظة على المبدأ الرئيسي في الدستور الياباني وهو نبذى العنف ونبذى الحرب نبذى الحروب الاتفاقات هذه يعني أيضا هي لتكون رسالة واضحة لكل من يريد أن يغير الواقع المنطقة بالقوة تغيير الوضع الراهن بالقوة في المنطقة هذه رسالة واضحة أننا مستعدون مع حلفائنا في جميع أنحاء العالم مستعدون لمواجهة هذه المحاولة للتغيير الوضع الراهن كل هذا يتبع الورفي من يتابع كل هذه المواضيع والشأن الياباني والعلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية نفوذ الصين في المنطقة يطرح التساؤل ما الذي ستجنيه اليابان من تعزيز هذه التحالفات وهل ستدخل بالفعل في تخالف جديد الآن مع الولايات المتحدة الأمريكية أيضا ما الذي ستجنيه هذا السؤال الرئيسي من وجود القوات البريطانية أو جنود بريطانيين وأمريكيين على أراضيها القواعد الأمريكية موجودة منذ وقت في اليابان منذ نهاية الحرب العالمية الثانية كل ما هناك أن الاستراتيجيات هي التي تغيرت لن يكون هناك زيادة في أعداد القوات المنتشرة في اليابان قوات الأمريكية بالتحديد القوات البريطانية تعد قليلة جدا في اليابان ولكن مع تعزيز الاتفاقيات الدفاعية مع المملكة المتحدة فيما رأيناه من القمة التي جمعت بين رئيسي وزراء البلدين أعتقد أن هذا أيضا سيغير من استراتيجية الدفاعية اليابانية أو سيغير التعاون ما بين الدولتين الآن أصبح هناك طلب أو هناك رغبة في أن تكون هناك تبادل للعملياتية أو تبادل للمعلومات بحيث تصبح القيادة سلسة لأي تحدي يكون في المنطقة أيضا ما ألعنا عنه وزير الدفاع الأمريكي عن إنشاء قوة جديدة هو فيلق جديد هو فيلق بحري هو عبارة عن إعادة التوظيف لما هو موجود أصلا في اليابان ليس بمعنى أنه كما ذكرت زيادة عدد القوات إنما هو إعادة توزيع بحيث تتماشى مع الاستراتيجية العصرية الحديثة للتفكير الخربي الصين كان لديها رد فعل حول هذه التحركات اليابانية أو تحالفات إن صح التعبير بينها بين الولايات المتحدة الأمريكية التي تعتبر جديدة لكن كما قلت الوجود ليس جديدا ما المتوقع في رد الفعل الصيني وكيف ستتعامل اليابان مع أي رد محتمل بداية الصين رأينا أن ردها بات واضحا وملموصا خاصة وأنها أعلنت أنها ستوقف منحة تأشيرات للمواطنين اليابانين لدخول رضيع مؤقتا ربما تعز ذلك فيما بعد للمعاملة بمنثل كما تعامل اليابان المواطنين الصينيين القادمين من أرض الصين الأم باعتباره إجراءا احترازيا ضد انتشار كوفيد ولكن أعتقد أنها ستكون بمثابة رسالة مبطنة لأنه كما تجرون التحالفات نحن لدينا طريقتنا في الرد على هذه التحالفات يمكن أن نمنع التأشيرات يمكن أن نزيد نشاطنا في المنطقة فعليا الصين هي تنشط في المنطقة في قواتها البحرية تنتشر في كل مكان هذا دق نقص الخطر بطبيعة الحال عند التحالف الأمريكي الياباني الكوري التايواني أيضا نستطيع أن ندرج تايوان هنا وبالتالي أتوقع أنها ربما تعمل الدبلوماسية ربما تعمل التصيد هذا شيء لا يمكن الكشف عنه حاليا لا يمكن التكاهم به ولكن لاحظنا أن الرئيس الصيني في أول خطاب له في السنة الجديدة لم يتطرق إلى مسألة ضم تايوان على أنها أرض صينية وهذا ربما يلمح لبعض الناس لبعض السياسيين أن الصين لا ترغب في التصيد وإنما ترغب في حفظ ماء وجهها أمام ما تعتبره تصيدا من قبل المجتمع الدولي الصين أيضا في أول رتفعل كما ذكرت تقول بأنه لا يجب أن يضر بمصالحها هذا التحالف لكن في نفس الوقت وجود القوات الأمريكية في جزيرة هي قريبة من تايبي إلى غير ذلك قد تعتبره تهديدا لأمنها القومي اليوم اليابان ما الذي سيعزز أمنها في هذه المنطقة؟ هل هذه التحالفات تذهب باتجاه تعزيز الأمن في منطقة المحيطين؟ أم أنها قد تخلق مشاكل جديدة لليابان؟ الأمن في المنطقة يعني يتوتر ويخف يتوتر ويخف لا يمكن أن نقول أن الأمن في المنطقة مستقر المشكلة هي أن لو أن التوتر هذا وصل إلى درجة اعتداء دولة ما على طرف آخر وأن تكون اليابان في هذه الحالة غير مستعدة لمثل هذا التصيد فهنا تكبن المشكلة وبالتالي استقراءا للمستقبل يتعين على اليابان من وجهة نظر الكثير من المحللين أن تعزز قدراتها الدفاعية أن تمتلك القدرة على ضرب قواعد العدو لتمنع استمرار الهجمات عليها أو على أي حليف لها في المنطقة لكن التفاصيل لم تتشكل بعد ما زالت الاجتماعات قائمة ما زالت الحوارات موجودة وما زالت الولايات المتحدة تبرم الاتفاقيات وتعزز التحالفات وفي نفس الوقت تبعث رسالة لوجوب الدبلوماسية إذا ما تطلبت الدبلوماسية وإذا ما كانت الأجواء مناسبة فإنها تكون مستعدة للدبلوماسية شكرا جزيلا لك من توكيو الباحث والمحاضر في جامعة كيبو اليابانية هشام الرجبان